السيدات اللي دايماً منحب نتفرج عليها ونتعلم منها كل جديد نوع المغامرة كده هنا بالنسبة لنا مش مجرد تنظيفات عادية وشكل المنزل العادي بل بالعكس المنازل اللي قدامنا دي بتحاسسك كده بكمية من الطاقة والنشاط والحماس ما قولكيش بقى أنا عن نفسي بحب كده المنازل اللي بالشكل والصورة اللي زي دي فيه طبع مساحة كبيرة قدام البيت زي ما انتي شايفة بتقدري كمان كده تحطي بقى غرفة للغسيل متخصصة بقى فيها الحب بتاعك والغسلة والمجفف وتفاصيل المنزل بالنسبة لك بتبقى أسهل وأحسن بكتير منزلك منفصل الشمس والهوى متحين بالنسبة لك الخضرة وكل حاجة حلوة في منطقة زي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي يعني بالنسبة لك قولي الامكانيات اللي انتي بتدور عليها هتشوفيها معاينة في المنازل دي السيد اللي قدامنا دي كمان كده بتقارر تقوم بكل التنظيفات العميقة بنفسها مسك الدولاب المطبخ من فوق اللي تحت وهدك كده يا تنظيف ما قولكيش بقى هي دي الخطوات اللي يمكن كل واحدة فينا بتحاول تعملها كل فترة كده عندها طبعا وخصوصا في دراف المطبخ الداخلية يعني ممكن يبقى المطبخ بتاعك من برا شكله زي الفل لكن من جوه محتاج توضبات وتنظيفات ما قولكيش بقى وعشان كده بيجي معانا الدور هنا ان احنا عايدين نزبط كل حاجة ونرجع البيت اللي احسن وضع بالصورة والشكل اللي انتو شايفينه ده حتى الادراج الكبيرة بتاعتها قررت ان هي تشيلها وتغسلها وتعقمها وتبدأ كمان تركبها مرة تانية وزي ما انتو شايفين كانت مفضية المطبخ تماما حتى المطبخ اللي قدامكو ده وعايدين تشوفوا كمان دلوقتي جولة فيه سريعة أثناء التوضبات بتاعته كان شكله ايه قبل التوضبات وبعد كمان وضبطه وخليته شكله مدرن جدا هتشوفوا معها الخطوات دي كلها كده واحنا بنكمل مع بعض الفيديو وطبعا بقى الازاز او يعتبر التفاصيل دي كلها بتبقى محتاجة تنظيفات قاسية وحتى كمان غرفة الغسيل المنظمة اللي قدامنا دي بتقوم بيها برضو في نفس الدور اللي احنا شوفناه مع بعض يعني بقى طبعا التعقيمات والتنظيفات وانين تتفطي بقى المسحوق بتاعك في علم منظمة زي دي حتى كمان لو شكل منظمات بسيط جدا فيه طبعا منظمات ممكن تبقى اغلى من كده بمراحل لكن عامة كل واحدة بتشوف يعني بيتها ممكن يكون واصل لمرحلة عاملة ازاي بتحاول تقتصدي مثلا في شكل بيتك وامكانياتك لكن عايزة بيتك دايما اكيد يكون منظم صورتك وايسة وهي دي بقى الخطوات اللي احنا بنشوفها الست من دور بتتعب كده عشان توصل لمرحلة النظافة اللي قدامك دي وبتبهرنا اكيد بشكلها بصورة يمكن جمدة جدا واحنا كمان دلوقتي وصل معانا الحماس والنشاط ان احنا بنشوف كل حاجة ومستمتعين بيها يعني طبعا ساعات ممكن نشوف امكانيات سيدات احسن من كده بمراحل يعني لو جينا نبص مثلا جهة دلوقتي على مستوى المعيشة بتاعتها اي نعم عندها في المطبخ التفاصيل الحلوة لكن احب اقولك هي عملت ده يمكن بعد سنين طويلة من الجباز بتقول بقى لها سنين كتيرة بتحلم طبعا تجيب الشفوات اللي قدامنا ده بتحلم بالبوتاجاز ده بتحلم بالفرن اللي بقى داخل في الحيطة بالشكل ازاي ده يعني نفس الاحلام اللي يمكن كل واحدة فينا بتحلم بيها بتقول اكيد طبعا كانت حياتي الاول ابسط من كده كل فترة بحاول اجدد اغير لحد ماوصل للشكل والصورة اللي نعايزاهم وطبعا النتيجة تبقى مبهرة بالنسبة لنا والشكل كمان الجمالي اللي احنا بنشوفه في كل منزل من ده بيفرق جدا النتيجة قد ايه حلوة شكل البيت متعاقم متطهر بصورة كويسة مفيش بقى يعني يعتبر كده لفوضى ولا كركبة الموضوع ماشي معينا بصورة مثالية يمكن كمان بنسبة كبيرة شايفين طبعا دلوها تيكده الشكل الجمالي المنزل قد ايه حلو جدا المطبخ بيتكلم معينا من كتر الحلاوة والنظافة اللي انتو شايفينها لا فيه لا فوضى ولا كركبة ولا فيه زحمة ولا فيه كمان اغراض ممكن ما يكونش ليها استخدامات بل بالعكس كل ست في دول بتبقى حريصة دايما ان هي توفر في منزلها اللي استخدامات والاغراض الشخصية فقط لغير طرف النظر طبعا بقى كده عن الكركبة والفوضى والامور اللي ملهاش لازمة دايما اكيب بتدور ان بيتك يكون في احسن حال لا فيه بقى امور ممكن ما تكونش لطيفة مفيش بقى لا فوضى ولا كركبة بل بالعكس هي التفاصيل المهمة جدا والاساسية بصورة كبيرة مفيش حد فينا طبعا بيحلم ان بيته يكون متدمر بيحلم ان بيته يكون مكركب هي دي طبعا بقى كده الخطوات اللي احنا بندور عليها بيت منظم بيت على سنجة عشرة مفيش بقى ممكن اي تفاصيل تبقى بالنسبالك فيها فوضى وكركبة طبعا بقى روتيني المطبخ بزدات يعني من الحاجات المستمرة معاكي طول اليوم كل يوم عندك بقى اكيد بتعملي فطار غدا عاشا كل الوجبات دي تخيالي كده وراها كمية قد اي من الموعين الكركبة الفوضى فأظوني دي التفاصيل اللي في حد ذاتها بتبقى كفيلة تنقلك لمكان تاني خلص هي دي بقى كده يعتبر التفاصيل المهمة اللي بتحول بيتك يعتبر لجنة على الارض هي دي بقى التفاصيل اللي احنا كلنا اكيد بنقوم بيها في حياتنا بصورة يومية لحد ما بتوصي للشكل والنتيجة اللي انت بتحلم بيهم ونفس الروتيني اللي بتبقى حريصة جدا انها تعملو في مطبخة بتعملو اكيد برضو في بيتها من الداخل هتلاقي دايما غرفة انهم بتاعتها منظمة شكل السفرة بتاعتها اللي ممكن تكون عادية جدا وتقلدية لكن زي ما قلتلكم اهم حاجة هو مستوى النظافة التلميع بقى كده وتطيير للمنزل اول باول واني انت تعايزة بيتك دايما يكون في حالة من ريح الحال وبقى شكله منظم اكتر يعني تبعيدي دايما عن كل حاجة ممكن يكون فيها اضطراب وفوضى بالنسبالك شكل البيت المنظم ده هي دي الخطوات اللي كل واحدة فينا بتدور عليها بيتك لازم ان يكون على سنكة عشرة لا فيه لفوضى ولا كاركبة ولا فيه اضطراب ممكن يكون موجود عندك طبعا بقى تعالوا مع بعض كده نبدأ نشوف كل الخطوات اللي قدامنا دي وشكل البيت هوه بيتغير معنا والتفاصيل قد ايه بتبقى مبهرة معنا بصورة كبيرة يعني بقى الامور والتفاصيل العادية اللي احنا بنشوفها وكمان تجديد المنزل وتغييره كل الحاجات دي بتأثر كمان عن نفسيتك بتيجي تبص كده في المجمع العام شكل بيتك حلو رحته حلوة انتي كمان مرتاحة نفسيا يعني مع اختلف بقى طبعا الايام اللي بتقوم فيها بروتينات مختلفة سواء طبعا في الليفنج عندها في شكل المنزل اللي مش مساحته كبيرة ابدا ممكن يكون هنا بس اللي مساحته كبيرة شوية ومساعدها شوية هي المطبخ لكن في المجمع العام كل تفاصيل المنزل التفاصيل العادية اللي يمكن حالها حال ما نزلنا كلنا حتى غرفة النوم والسرير اللي قدامنا وحتى كمان الاجزاء اللي بتبقى طبعا ملزوقة في الحيطة دي وبتحط عليها السرير كل الحاجات دي هتشوفوها معاينة دلوقتي كده واحنا مكملين مقاطع الفيديو مع بعض واللي يبهيرك اكتر واكتر هو ان طبعا الستات من دول بتبقى حريصة دايما ان بيتها مبقاش فيه صورة الكركبة والفوضى بصورة كبيرة هي عايزة للتزامات اليومية فقط مفيش بقى طبعا يعني تيجي ببصي كمية مفروشات ملهاش لازمة مفيش بقى ملابس ممكن تكون عملها زحمة في الدولاب هي مش بتلبسها بس سايباها كده بهدف ان ممكن يجي لها يوم وتستخدمها لكن لا كل التفاصيل دي مش موجودة حتى غرفة الاطفال او الغرفة الصغيرة اللي قدامنا دي فيها برضو الاغراض الاساسية فقط لغير المنزل مفيش فيه مساحة تسمح بكركبة وفوضى وهي كمان بتقول بتحاول تتخلص من كل الحاجات دي اول باول الروتيني اليوم كمان اللي بتعمله في الحمام عندها عشان يكون في اجمل صورة لحد ما بتوصيه للشكل والنتيجة اللي انت عايزاهم بتقول لنا كده بقى ده واقع الروتيني اليومي اللي ممكن يبقى البيت عندي فيه كركبة بصورة كبيرة شوية مواين بقى محتاجة تتغسل هنا كمان برضو كده غرفة الغسيل دي محتاجة معانا توضبات قصية جدا المهم طبعا يعني حي البيت اكي ما بيستمرش معاكي بالصورة والشكل اللي انت عايزاهم وتفضل الدنيا حوالين منك كده تمام وزي الفل لازمان بيجيلك الوقت اللي فيك هركبة في البيت وطبعا البس ده كده لو انت اخرت نفسك يوم والاتنين عن التنظفات دي فلازمان بيجيلك الوقت اللي انت عايزة فيه كل حاجة على سنجة عشرة عايزة بيتك زي الفل عايزة كمان تتأكد ان كل حاجة حواليك تمام والدنيا كمان ماشية معاكي زي الفل فهي دي الخطوات بقى اللي كلنا اكيب بممر بيها مفيش واحدة فينا حياتها اكيب بتفضل ماشية سلسة وسوية طول الوقت لازمان بيجي عليك وقت كده بتحس فين انت مضغوطة مش عارفة تقومي بكل انتزاماتك مش عارفة تقومي بشغل البيت ودايما بتبقى حريصة ان انت توصلي بيتك لمرحلة كويسة فعمتا كا طبعا بنبدأ نشوف دلوقتي مع بعض حالي المطبخ اللي بتقول ان كنت بقالي سنين بحلم به وبتشكر ربنا جدا على بالفعل انها وصلت للمرحلة اللي كانت بتحلم بيها لون استراميك المهين اللي كانت بتحلم به حتى كمان لون الحيطان اللي كانت بتدور عليه شكل المطبخ وتزبطاته وكمان بقى الوضع في النهاية بعد كمان بتفرش المطبخ وبتقول حقيقة لنفسي جزء كبيرة جدا من الاحلام اللي كنت انا بدور عليها لحد ما وضعت معانا للشكل والنتيجة اللي انتو شايفينها دي وطبعا طول ما احنا عايشين كل واحدة فينا بتحلم وبتتمنى ان هي تحقق كل اللي بتحلم به اتمنى من كل قلبي فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هستنى اكيد طبعا لقيقاتكم الحلوة وحمسكم ومشتراككم معي عشان افيركم بكل جديد وشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة